اشتركوا في القناة فالشكر موصول لمؤسسة الحسن الثاني للجالية المقيمين بالخارج على هذه البادلة الحسنة التي تربط وشائج الصلة بين المغاربة المقيمين في البلاد المغربية العزيزة وكذلك بين المغاربة المقيمين في البلاد الأجنبية فهذه صلة رحمين إن شاء الله تعالى ستثمر الكثير من المودة والمحبة وتقوية الصلة بين أمشاج المجتمع المغربي سوف نتحدث عن المواطنة وسوف نتحدث عن مفهومها وسوف نتحدث عن تطورها في المجتمعات إلى ما آلت عليه وكذلك الحديث عن هذا الثابت المهم جدا وإن تغيرت أشكاله فالحديث عن المواطنة أصبح من القضايا المهمة التي باتت تشغل الكثير من اهتمامات الباحثين والخبراء في مختلف الحقول المعرفية من سياسة وكذلك دين واجتماع وغيرها من التخصصات أصبحت المواطنة هي حديث وشغل معظم المجتمعات الإنسانية المعاصرة لما تنطوي عليه هذه القيمة من إمكانيات عجيبة وهائلة وتعتبر ثروة من الثروات التي تؤدي إلى تقدم الأمم وتقدم المجتمعات المواطنة فهي مشتقة من كلمة الوطن وهو المكان الذي يقيم فيه الإنسان سواء ولد فيه أم لم يولد وأما في الإصطلاح فالمواطنة يمكن أن تعرف من زوايا مختلفة ومتعددة قد عرفتها دائرة المعارف البريطانية بأنها علاقة الفرض والدولة يحددها قانون الدولة بما يتضمنه من حقوق وكذلك من واجبات والتزامات لكن لها تعريفات أخرى من منظورات مختلفة فمثلا من المنظور السياسي فتشير إلى الحقوق التي تكفلها الدولة لمن يحمل جنسيتها وكذلك حتى الالتزامات التي تفرض عليه وأما من المنظور الاجتماعي ومن المنظور الاقتصادي فتشير المواطنة إلى إشباع الحاجات الأساسية الحاجات الضرورية للأفراد بحيث لا تشغلهم همومهم الذاتية عن المصالح العليا للدولة المواطنة يمكن أن نتحدث عن عناصر ثلاثة مهمة جدا في تكوين المواطنة أولا العنصر المدني ثم هناك العنصر الاجتماعي ثم هناك العنصر السياسي عندما نتحدث مثلا عن العنصر المدني وذلك من نحو تساوي الأفراد في الحقوق وتساوي الأفراد كذلك أمام القانون حقهم في الامتلاك حقهم في التعبير حقهم في التنقل كذلك حقهم مثلا في حرية المعتقد وكذلك في ممارسة شعائرهم الدينية هذا عنصر مدني تكفل لهم هذا الجانب وهذا العنصر ثم هناك عنصر آخر وهو العنصر السياسي عندما نتحدث عن العنصر السياسي بمعنى المشاركة في الحياة السياسية أن يكون لك الحق في الانضمام إلى الأحزاب السياسية أن يكون لك الحق في الترشحي للانتخابات أن يكون لك الحق في التصويت هذا المواطنة تكفل لك ذلك عندما نتحدث عن العنصر الثالث وهو عنصر مهم جدا وهو العنصر الاجتماعي في العنصر الاجتماعي بمعنى يتمتع المواطن بخدمات الرفاهي الاجتماعية يتمتع بالعيش الكريم يتمتع بالرعاية الصحية وأن تكون حسنة بالتعليم الجيد عندما نتحدث عن العنصر الاجتماعي فهو مهم جدا لكي يعيش المواطن عيشة كريمة يمكن أن يؤدي فيها واجباته إذن فهناك حقوق مكفولة ولكن هناك واجبات مطلوبة عندما نتحدث عن المواطنة المواطنة هي جملة من القيم وجملة من القيم المعيارية يمكن أن نسميها التي تمثل حق الإنسان في الحياة الآمنة في الحياة الكريمة في العدالة في المساواة عندما نتحدث عن حق كل فرد في المجتمع أن يتمتع بهذه الحقوق جميعا بصرف النظر عن العرقي بصرف النظر عن الدين بصرف النظر عن المعتقد بصرف النظر عن المذهبي بصرف يعني هو إنسان في حدداته يحقق له هذا المواطنة يحقق له حرية التعبير عن رأيه حرية التعبير والدفاع عن رأيه وانتخاب من يمثله سياسيا على قمة السلطة السياسية في وطنه وتعد المواطنة أحد المصطلحات الحديثة نسبيا على الرغم من وجود إرهاصات لها قديمة جدا من فلاسفة اليونان فنتحدث مثلا عن أفلاطون ونتحدث مثلا عن أريستو فقد تحدثوا عن المواطنة لكنهم يعتبروا المواطنين هم من يملكون الحق في تدبير شؤون الدولة وهم من يملكون الحق في إدارة دواليب الحكم لما جاء الإسلام عندما نتحدث عن الإسلام فيمكن أن نعتبر هذا الدين وهذا الشريعة هي أول من أرسى مفهوم المواطنة لأفراد المجتمع أرسى لهم المواطنة الحق دون النظر إلى الانتماء الديني دون النظر إلى الانتماء العرقي دون النظر إلى الانتماء القابلي دون معيارية الجنس دون معيارية الغنى والفقر وغير ذلك فأحقق المساواة في أعلى فصولها سواء في الحقوق أو في الواجبات وسوف نفصل إن شاء الله و تعالى في هذا الأمر ساعدت الأفكار التحريرية في القرن التاسع عشر على تطور الحقوق ساعدت كذلك الثورة الفرنسية و غيرها في التسريع بمطالبة الناس بحقوقهم الاجتماعية والسياسية وتحقيق العدالة والمساواة و أن يكون الجميع سواسيا أمام القانون و في القرن العشرين بدأت ظهور أفكار تدعو إلى الحقوق السياسية والمدنية و أصبح هذا الدعوة يعني هي جزء هذه الأفكار الدعوة إليها أصبحت جزءا من التزامات الدولة تجاه مواطنها في القرن العشرين كذلك بارز مفهوم المواطنة المتعددة معنى المواطنة المتعددة أي أن المواطنين يمكن أن يكونوا أفرادا مواطنين في دول مختلفة فمثلا مثل دول اتحاد أوروبي فمثلا الفرنسي فهو مواطن في بلده و كذلك هو مواطن في بلد أخرى يستخدم بها مثلا في إيطاليا أو إسبانيا أو غير ذلك فهو مواطن في بلده و في بلد آخر كذلك مثلا المغارب المقيمين بالخارج فهم يمارسون وطنية و مواطنون سواء في بلدهم الأصلي الذين ولدوا فيه و ترعرعوا فيه و كذلك هم مواطنون في بلدهم التي يستقرون فيها يمكن كذلك أن نقول من خلال دراسة تطور مفهوم المواطنة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول من وضع المعنى الحقيقي لمفهوم المواطنة الحقة لمفهوم المواطنة المسؤولة و قد برز ذلك في دستور المدينة دستور فعلا و قد كان أول دستور مكتوب و متقدم تقدما كبيرا في ذلك الوقت و هو دستور المدينة كما يسميه المستشرق الإنجليزي مونتو غومري فهذا الدستور فلم يلتفت للعرق و لم يلتفت للدين و لم يلتفت للجنس و اعتبر الجميع أمة فقد جاء في إحدى بنو الدستور المدينة يقول اليهود أمة انتبه لهذه العبارة اليهود أمة مع المؤمنين لليهود دينهم و للمسلمين دينهم إذن لم تحصر المواطنة في المسلمين وحدهم إذن المواطنة لا تحصر في المنتمين لدين معين بل نصة الوثيقة النبوية الدستورية على اعتبار اليهود المقيمين في المدينة من مواطن الدولة و حددت لهم حقوقهم و كذلك حددت لهم واجباتهم و سنجد في مصطلح الأمة هذا المصطلح هذا التعبير القانوني هذا التعبير الدستوري للمواطنة فهذه كلمة في ذلك الوقت يعني يمكن أن نعتبرها خطوة يمكن أن نقول حضارية خطوة حضارية متقدمة تجاوزت بها في بعدها القانوني و كذلك الاجتماعي الزمنة و التاريخة في حين نجد ما سحتفي وقتنا الحالي من يرى المواطنة في الانتماء القابلي و في الانتماء اللغوي و في الانتماء العلاقي أو في الانتماء الديني و قد تمتع أهل الديانات و كذلك الأعراق المختلفة بحقوق المواطنة في ظل الحكومات الإسلامية عبر تاريخ الإسلام و الذي نجده قد بارئ من حروب الاضطهاد الديني كذلك التاريخ الإسلامي بارئ من الإبادات العقية فتراثه النظري و كذلك تراثه التطبيقي فيخلو من فرض عقائده بالقوة يعني تنعدم في تاريخه الطويل إجبار الناس و قصرهم على الدخول في هذا الدين و ما ذلك إلا لتطبيق تعاليم هذا الدين الحنيف فنجد في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرجد من الغي و في كذلك في سورة يونس أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين و في سورة الكهف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر و النبي صلى الله عليه وسلم كافل لغير المسلمين ممارسة شعائرهم الدينية لم يتدخل في شؤونهم الدينية ففي معاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل نجران و كانوا من المسيحيين فقال و لنجران و حاشيتها جوار الله و ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم على أموالهم و أنفسهم و أرضهم و ملتهم يقول بعد ذلك لا يغير أسقف من أسقفيته لا يغير الأسقف وهذه الأسقف فهي من أعلى المراتب الكهنوتية عند النصارى فلا يغير أسقف من أسقفيته بمعنى حتى المسؤولية التي كانت عند الأسقف فتبقى كما هي لا تبدل المسؤوليات لا يبدل الأشخاص لا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته و لا كاهن من كهانته بل النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يوصي بالمسيحيين خيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ينصح المسلمين و يبين لهم على أنهم مستقبلا سيفتحون مجموعة من المناطق التي يوجد فيها الرعاية المسيحيين فيأمرهم و يوصيهم بأن يحسنوا بهم و بأن لا يظلموهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا إذن فكان يوصي بالأقباط و يؤكد المؤرخ البريطاني توماس أرلوند في كتابه الدعوة إلى الإسلام أنه لم تحدث في تاريخ الإسلام محاولة واحدة لإرغام غير المسلمين على اعتناق الدين الإسلامي و على قبول الإسلام ثم يقول و لم يحدث و لم نسمع عن أي محاولة مضبرة لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام ثم يقول و لو اختار الخلفاء المسلمين ما اختاره بعض من كانوا مثلا في السلطة كفرنينة كإيزابيلا إيزابيلا و فرنيناند لو اختاروا خطة القصر والجبر والإكراه والإبادة و غيرها للمحوا المسيحية من تلك البلدان و لو اكتسعوا المسيحية بتلك السهولة التي أقصى بها هؤلاء الزعماء كفرنينة فرنيناند في الأندلوس على اختلاف المواقع والأجناس ففي القرآن الكريم يرى على أنها تنحدر من أسرة واحدة يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَارٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وهذا التكريم فهو تكريم إلهي للإنسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا إذن لاحظ معي القرآن يبيل المساواة في النشأة يبيل المساواة في الأصل المساواة في التصوير حتى قال الشاعر الناس من جهة التصوير أكفاء أبوهم آدم والأم حواء وبيّن الإسلام على أن الخلق جميعا عيال الله وعلى أن أنفعهم الخلق جميع عيال الله وعلى أن أنفعهم للناس أو أنفعهم إلى الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله فأوضح القرآن على أن من سعى في خدمة أخيه ومن سعى في حاجة أخيه فكان الله في عونه ومن قتل نفسا في القرآن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إذن لاحظ معي الاعتداء على الإنسان بصفة عامة اعتداء على الإنسانية جمعاء والنفعل والإحياء للإنسان إحياء للإنسانية جمعاء فالمسلم إذا ظانم غير المسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم سوف يكون حجيجه يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يكون محاميا على غير المسلم ومن اعتدى على غير المسلم فكأنه اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث من آذى ذميا فقد آذاني والسلام عليكم ورحمة الله